مرحبا بكم في قناة تحفة يوب كبير منذ سنة 2013 أما الآن في الأخير حسب ما ذكرت صحيفة الجزائر واحد التي على دمتها الخبر من مصادر مطلعة أكدت أن عبد العزيز حاليا متواجد من مستشفاع الناجة وهذا بسبب تعرضه لوعكة صحية وتدهور كبير في حالته حيث أضفت ذات الصحيفة أن بوزفلق الذي يبلغ من العمر 83 سنة حاليا وهو الذي كان أزح من منصبه في رئاسة الجمهورية قبل سنة تحديدا عندما قفل 82 سنة حاليا في عين نعجة حسب ذات الصحيفة ترافقه أخته التي رفضت التخلي عنه بجانب أخوه نصر بوزفلق وزوجته إذ يتواجد بوزفلق حسب صحيفة الجزائر واحد تحت أجهزة تنفس الإصطناع وفي حالة غيبوبة إذ لم تفصل عنه الأجهزة كليا مؤخرا تضيف الصحيفة في حين لا يعرف موعد مغادرته المستشفى أو تعافية بسبب حالته المعقدة كثيرا هذه المرة مع العلم أن بوزفلق لم يعود قادرا على الكلام منذ سنوات بسبب الوعكات الصحية الكثيرة التي أثرت كثيرا على صدره وعلى النطق بالإضافة لكونه مقعدا كما يعلم الجامع منذ سنة 2013 ومع ذلك استمر في الحكم لسنوات بل كانت العصابة المحيطة به تنوي تثبيته في الحكم لخمس سنوات أخرى رغم حالته الصحية ودون أن يقود حملته الانتخابية ودون أن يقول حتى كلمة للشعب بخصوص تار الشحيه لهذا فتلك الفترة قبل إسقاط العهدى الخامسة يصفها كثيرون بفترة الجاهلية إلا أن عناد محيطة تفلقى وخصوصا أخوه في تار الشحيه بالرغم من حالته الصحية والرفض الشعب الكبير حينها تسببوا بغبائهم في سقوطهم جميعا من الحكم واقسيادهم جميعا للمحاكمة والحبس في حين كانت لهم شبه ولا فرصة دائلة للخروج بنفع من الشرف وحتى الهروب رغم الكوارث التي خلفوها لو كانوا قدموا الاستقال طوعيا والانسحاب بهدوء دون تعنت وتحدي للشعب ومحاولة التآمر حيث أن أغلب محيط بوثفلقى الذين كانوا وراء العهد الخامسة التي أفشلت حاليا في الحبس وعلى أغلبهم قضايا بالجملة أبرزهم أيحية وسلل وحدد وغيرهم الكثير الذين كانوا أدرع العهد الخامسة ولتذكير بوثفلقى حكم البلاد عشرون سنة وعرفت فترة حكمه فساد كبير على كل الأصعيدة ولعل أبرز دليل على ذلك هو حالة الاقتصاد الذي تركه متهاون والمحاكمات بالجملة بسبب الفساد الذي نهى شكل القطاع فعندما يعطى المنصب لغير مستحقه تكون نتيجة كاريتية خصوصا عندما يكون أغلبهم مفسدون ونهبون للملعم شاركونا بأرأيكم في التعليقات وشكرا جزيلا ولن مع علي حداد الذي حلت أخيرا المفاجأة المنتظرة بتحرك نيابة محكمة سيد محمد بالعاصمة حيث فتحت ملف جديد على علي حداد بخصوص تحويله لعشر ملايين دولار لصالح مكتب لوب أمريكي بالرغم من تواجده أندك بالحراش وهذه القضية شخصيا أزعجت الرئيس سبون كثيرا وانفعل بسببها حينما قال قبل أسابيع متسائلا كيف خرجت الأوامر من الحراش وكيف صرفت تلك الأموال ضخمة وأهدافها والمساهمين في هذا العمل إذ أنه أمر بتسريع التحقيق فيه ومحاسبة الجميع لهذا كان بدأت تجهيز للملف وفتحة حاليا كما تم الكشف أن المدعوة سبرينابان سيكرتيرت علي حدد في باريس هي من قامت حسبات المصادر بتحويل تلك الأموال المهربة للوب الضغط أمريكي لصالح علي حدد بعدما وصلها الأمر وحدثت هذه القضية قبل أيام فقط من تحويل علي حدد إلى ولاية بازنو إذ أنه حسب ما كان كشف الرئيس سبون بقايا النظام المحبوسين يطلقون الأوامر من داخل زنازينهم في محاولة منهم للضغط ومنع الجزائر من استرجاع الأموال التي هربها خارج الوطن ويعتقد أنه بسبب هذه القضية حول العديد من الرجال الأعمال والمسؤولين بعيدا عن العاصمة لعزلهم مع العلم أن اللوبي الذي دفع له علي حدد عشر ملايين دولار مقرب جدا من ترامب وشاركوا معه في حملته الانتخابية فكل شيء واضح لحد الآن إذ يريدون الضغط على العدالة الجزائرية باستغلال جزء من الأموال المهربة لتصوير على أن سجنهم ومحاكمتهم مجرد تصفية حسابات وليكسبوا تعاطف تلك اللوبيات الأجنبية عبر الدفع لها بسخاء من الأموال المهربة مع العلم أن الجزائر صادق العديد من المسؤولين ورجال الأعمال المحبوسين في قضايا فساد بالجملة فأملكهم داخل أراضي الجزائرية سهل مصادرتها أما التي بالخارج هي الأصعب وتعد تحديا كبير وعلى تبون إفاء بذلك الوعد لأنه استعمله بحملته الانتخابية عند سعر الشعر نظرا لأهمية استرجاع تلك الأموال التي من شأنها النهض بالاقتصاد وإنعاش الخزينة العمومية بعد أن استنزفتها العصابة على مدار 20 سنة وللعلم علي حدد عليه العديد من الملفات آخر اثنين منها تورطه في ملف متجي وملف عشر ملايين دولار مع اللوبي الأمريكي فما رأيكم في تحرك بعدهم لمحاولة الضغط على الدولة والتشويش عليها خاصة العدلة الجزائرية إذ أن كل مسؤول يحمل المسؤولية للتاني ولا يترددون إطلاقا في كشف ملفات بعضهم البعض لكن يظل الأغرب والمضحك هو آخر خرج من جمل ولد عباس حيث أنه في مواجهته للقاضي قال ولد عباس أنه تعرض للغوطات كثيرة من عصابات بوسفلقة حينها أين أصبح يصفهم بهذا الوصف خصوصا سعيد بوسفلقة حاليا ولد عباس أضف بقوله أنه هو الذي قال أنه هو الذي أقالني من على رأس الأفالان أين انقلب على السعيد بوسفلقة والرأي السابق بشكل مفاجئ بعد أن كان يمجد فيهما ويدرب الشيسة لهم ليلة نهار ليضف بقوله أنه كان ضد العهد الخميسة ولهذا دغط علي لإبعاد من الأفالان وهو أطرف تصريح ضحكة منه الجميع وصنع الحدث بمواقع تواصل اجتماعي خصوصا وأن جمل ولد عباس معروف بها كذا تصريحة غريبة وكاذبة كقوله قبل سنوات أن أنجلين ميركل كانت زميلته في الدراسة هذا وبخصوص قوله أنه كان ضد العهد الخميسة الأخير لم يكن فقط مساندا لبوسفلقة والعهد الخميسة بل كان يطالب بالعهد الخميسة وسادسة وإلى الأبد وكان يهاجم كل من يعارض العهد الخميسة بل والأكتر من كل هذا هو وجود تصريحات كان يقول فيها أنه مع العهد الخميسة وأنهم سيظلون في الحكم لمئة سنة أخرى على الأقل كما أن القاد سأل وولد عباس قائلا كيف تحصل ابنك على فيلا في إقامة الدولة ليرد بقوله اسأل ملزل على قتلي بذلك حيث سجنب وولد عباس دخول في ملف ابنه لأن ذلك سيورطه أكثر هذا ويعتبر جمل وولد عباس حاليا أكبر سجين في كامل مؤسسة طورب الوطني وهو الذي يبلغ من العمر 87 سنة إذ أنه الأكبر محتم من الرقم القياسي كما أن النجله عليهم ملفات ومتبعان من طرف العدالة اسكندر وولد عباس الذي تمس عليه حكم بعشر سنوات والوافير رفع طلب تسليط أقصى عقوب عليه لأنه فر من العدالة حاليا منهم للضغط ومنع الجزائر من استرجاع الأموال التي هربها خارج الوطن ويعتقد أنه بسبب هذه القضية حول العديد من الرجال الأعمال والمسؤولين بعيدا عن العاصمة لعزلهم